بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها الإخوة في مجلس الخميس الثقافي الافتراضي في هذه الليلة التي نتناول فيها موضوعا له صلة بالذكرى المستمرة لثورة العشرين في ذكرها المئوية على مدى الأيام الماضية كانت هناك نشاطات كبيرة وفعاليات تتعلق بالذكرى المئوية الأولى لثورة العشرين وقد كان لهذه النشاطات والفعاليات والكتابات والمقالات وقصائد الشعراء الذين تغنوا بالثورة فضلا عن التفاعل الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية الأخرى كان لكل ذلك أثر كبير جدا في تعزيز قيم ومعاني هذه الثورة في قلوب الناس وعقولهم كما أفادت هذه النشاطات في إضاءة كثير من جوانب الثورة التي كانت تحتاج إلى الإضاءة نقطة مهمة أخرى تتعلق بهذا الموضوع أن الأجيال الشابة الآن تحتاج إلى أن تتعرف على ثورة العشرين ثورة العراقيين الكبرى وأن تقف على كثير من تفاصيلها وقائعها وأحداثها وما يتعلق بها ولا سيما أن الصورة العامة المخوضة عن الثورة هي من خلال الكتابات الرئيسة أو الكتابات العامة يمكن أن نسميها هكذا التي تتحدث عن الثورة وتاريخها وأبرز حوادثها ومواقعها وأبرز رجالاتها ولكن هذا الحديث موجود في بطون الكتب وغالب هذه الكتب لا يمكن وصول إليها بسهولة وكثير منها غير موجود أيضا على شبكة الإنترنت وقسم منها طبعته قديمة ولم تعطي باعته مرة ثانية وقسم كبير من الجهد المبذول من قبل الباحثين والمؤرخين وفي دراسات ومقالات منشورة في مجلات ودوريات هنا وهناك داخل العراق وخارج العراق وأيضا حتى الكتب الجديدة والدراسات التي تصدر عن الثورة لا تجد طريقها إلى جمهور واسع كما تفعل وسال الإعلام ومن نصات التواصل الاجتماعي ثم هناك نقطة أخرى وهي أن هناك دراسات كثيرة جدا عن الثورة كتبت في العراق قبل الاحتلال وبعد الاحتلال في رحاب الجامعات العراقية ولسيما في أقسام التاريخ وفي بعض أقسام العلوم السياسية وهذه أيضا لم تجد إلى الآن طريقها إلى الطباعة كل هذه الأمور تجعل هناك نوع من المسافة غير المقصودة بين المتلقي بين القارئ وبين تاريخ الثورة ولذلك يعند الناس غالبا إلى تقصي أخبار الثورة من خلال وسائل التواصل أو ما منشور على شبكة الانترنت وغالبا تكون كتابات عامة ومكررة وتحتاج إلى تحرير وفيها أخطاء وما إلى ذلك ثم هي تركز على الصورة العامة للثورة ولكن هناك جوانب أخرى حرية بالبحث والدراسة قبل سنتين تقريبا عقد القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين ندوة خاصة بمناسبة الذكرى الثامن والتسعين لثورة العشرين وكان عنوان هذه الندوة هو قراءة في مصادر ثورة العشرين وتناولت الندوة دراسة المصادر الجديدة أو الوثائق المكتشفة حديثا والتعليق عليها وبيان أن هذا الجهد المبذول من بعض الباحثين المحدثين هو جهد مهم وكبير جدا ويضيف على أدبيات وتاريخ الثورة وتم التعرض في الندوة من خلال الورقة الرئيسة فيها ومن خلال مداخلات الإخوة اللي كانوا موجودين الباحثين والإعلاميين أيضا أعطت بعض الإشارات المهمة في كيفية تفعيل موضوعات ثورة العشرين ومن ذلك الحديث عن موضوع الإعلام في ثورة العشرين صدث ثورة في وسائل الإعلام العربية والإسلامية والغربية فضلا عن ذلك محاولة دراسة وثائق ثورة العشرين في إرشيف بعض الدول كالإرشيف البريطاني والإرشيف الأمريكي والإرشيف الفرنسي والإرشيف العثماني التركي وما إلى ذلك فإذن هناك آفاق كثيرة للبحث في تاريخ الثورة نحن في هذا اليوم استكمالا لهذا الجهد في الندوة الماضية قبل سنتين واستكمالا أيضا لندوة القسم السياس التي عقدت قبل أيام وقدمت فيها ورقة عن التاريخ الشفوي ثورة العشرين أواصل هذا اليوم في مجلس الخميس الذي ينبغي أن يكون هذا اليوم مكرسا لثورة العشرين في إطار الاحتفالات بذكرها المئوية وموضوع المحاضرة اليوم هو عن تاريخ ثورة العشرين في الكتابات الخاصة وأقصد بالكتابات الخاصة هنا الكتب والدراسات التي اعتنت ببيان جوانب الثورة في بعض المناطق تحديدا في بعض المدن العراقية فكانت بعض الدراسات تقتصر على ذكر مدينة أو منطقة أو مدينتين أو ما إلى ذلك في مقابل الكتب العامة التي تحدثت عن الثورة في جميع أنحاء العراق وهي كتب معروفة أسست لتاريخ الثورة ولكن هذه الكتب لسعتها لتناولها الثورة في جميع أنحاء العراق لقيام باحثهم واحد بهذا العمل أغابت عنهم تفاصيل وأحداث وشخصيات ووقائع في كثيرا من المدن العراقية وهذه طبيعة من يتصدى لعمل عام لذلك تم الاستدراك على هذه الكتب ومن أفرزها طبعا هو كتاب الثورة العراقية الكبرى لعبد الرزاق الحسني والثورة العراقية ثورة العشرين في العراق لعبد الله الفياض وثورة العشرين للدكتور واميض عمر النظمي رحمهم الله جميعا فضلا عن كتب أخرى في هذا الموضوع هناك كتب أخرى هي عبارة عن كتب مذكرات أو كتب كتبة عن قيادات هذه الثورة فضلا عن دراسات بحثية أكاديمية حديثنا اليوم عن الكتابات الخاصة لثورة العشرين التي تتحدث عن الثورة في مدن بعينها أو مناطق بعينها وميزة هذه الكتب أنها تسلط أضواء عديدة على هذه المدن وتذكر بالتفصيل ما جرى فيها وبما يعطي معلومات مهمة وذات قيمة وضاف إلى المعلومات المعطاة في كتب التاريخ العام لثورة العشرين فضلا عن ذلك فإن كاتبي هذه الكتب هم من أبناء هذه المدن وهم أدرى وأعرف وأحرى بمدنهم ويستطيعون أن يحصلوا على معلومات غير منشورة من خلال الروايات الشفوية وما إلى ذلك فضلا عن الوثائق الموجودة التي دائما نشارك في الثورة في هذه المدن هذا الموضوع حظي بأهمية وظهرت كتب كثيرة في هذا المجال ولكن ما زالت إلى الآن بعض المدن والمناطق لم تحظى بكتاب أو حتى دراسة عن تاريخ ثورة العشرين فيها بعض المدن حظيت بأكثر من كتاب مثل بغداد ولكن للأسف هي كتابات أو كتب ليست موسعة كتب لا تفي بأثر مدينة بغداد في ثورة العشرين وأنها مهد هذه الثورة والتحضير لهذه الثورة في الشق السياسي والفكري وأنها استطاعت تأليب المحافظات الأخرى للقيام بواجبها وانطلاق الثورة بعد ذلك الموصل على سبيل المثال لم يكتب عنها كتاب مدن أخرى في العراق لم يكتب عنها تحديدا هذه المدن يعني شاركت في الثورة أما بأحداث كبيرة وبيحداث متوسطة وحتى أحداث صغيرة ولكن علينا أن لا نغفل جميع هذه المعلومات فحظيت بعض المدن بأكثر من كتاب كما حصل لبغداد وكما حصل لسامراء وكما حصل للنجف وكما حصل لكربلا وكما حصل لتلعفر ولكن هناك مدن لم تحصل على سبيل المثال أحداث الثورة في ديالة لم تكن هناك كتب خاصة أو بحوظ خاصة عن مدينة بعينها رغم أن الثورة امتدت على مساحة مدن عدة في محافظة ديالة وكذلك الثورة في شمال العراق لدينا كتاب مهم للمؤرخ المعروف عبد المعنى الغلامي رحمه الله ثورتنا في شمال العراق من جزئين طبع الجزء الأول فقط وإلى الآن لم يطبع الجزء الثاني ولاحظوا مدى التقصير الكبير من قبلنا في هذا المجال ولكن تحدث عن الثورة في شمال العراق عموما من الموصل فصاعدا إلى المحافظات الأخرى هناك كتاب آخر طبعا للدكتور كمال مظهر عن الثورة في المناطق الكردية ولكن كتب عن الثورة في بلدات معينة أو مدن معينة بما يضفي معلومات جديدة ويعطي مساحة للباحث للتوسع في هذا الموضوع هناك قصور واضح في هذا المجال لذلك أردت اليوم أن أنبه على هذا الموضوع وأن أشجع رخوا الباحثين في هذه المدن على كتابة تاريخ مدنهم في ثورة العشرين في ثورة مايس في مشاركتها في حرب التصدي للاحتلال البريطاني في الشعابة في حصار الكوت في معركة المدائن في معركة السطبلات وما إلى ذلك فضلا عن وقائع ما جرى بعد الاحتلال والسنتين من عام 1918 إلى عام 1920 وما جرى فيها من ثورات كثورة النجف وثورة الشيخ محمود الحفيد وما إلى ذلك كل هذه يمكن أن تغطى من خلال الحديث عن مدينة ما منطقة ما محافظة ما وأثرها في ثورة العشرين هذه الفكرة العامة وهنا نبه على أن بعض الكتابات مهمة جدا ولكن كما ذكرت في بداية المحاضرة لم تطبع إلى الآن ولا سيما الدراسات في رحابة الجامعات العراقية فضلا عن بعض البحوث والدراسات لعدد من الكاتبين والمؤلخين العراقيين في المجلات تحتاج إلى عناية وجمع على سبيل المثال كتابات المرحوم سليم طاه التكريتي كتب عدة دراسات عن هذا الموضوع ولكنها لم تجمع في كتاب كما فعل غيره كتبوا ولكن جمعوا ما كتبوا في كتبه هذه الفكرة العامة لموضوع التاريخ الخاص لثورة العشرين أو كتب التاريخ الخاص لثورة العشرين المعنية بالتاريخ للثورة بحسب المدن والمناطق العراقية وهو مجال ما زال رحبا لبدل جهد فيه هنا استعرض بعض المؤلفات في هذا المجال والجهد المبذول فيها ولعلها أيضا تعطي دافعا لبعض الكاتبين والباحثين للسير على منوالها وكتابة كتب متعلقة بمناطقهم فمن ذلك مثلا وهنا سأذكر الكتب بدون تحديد بالترتيب الزمني وإنما هكذا كما وردت عندنا كتاب الأول هو بغداد وثورة العشرين هذا للأستاذ محمود العبد رحمه الله المحامي والقاضي والأديب العراقي المعروف هذا الكتاب صدر عام 1977 ولكنه عبارة عن كتاب كتيب صغير يتحدث عن الخطوط العامة لما جرى في بغداد من مظاهرات وموالد واحتفالات وتحضير للثورة ولكن يحتاج أيضا إلى زيادة في استقراء المواضع التي جرت فيها هذه الفعاليات الأشخاص الذين شاركوا فيها الاجتماعات التي جرت في البيوت وفي المجالس وفي الدواوين نشاطات السياسين العراقيين ومفكرين والعلماء واتصالهم بالعشائر العربية خارج بغداد والعشائر غير العربية وتأليب على الثورة ثم تراسلهم مع الناشطين العراقيين خارج العراق ومن كانوا في بلاد الشام في ذلك الوقت كل هذه ممكن أنه تعطي الحجم الحقيقي لأثر مدينة بغداد في التهيئة لثورة العشرين طبعا هناك دراسة علمية عن مدينة بغداد بعنوان بغداد في ثورة العشرين رسالة ماجستير للباحث قاسم عبدالهادي وهي إلى الآن لم تطبع ويظن أنها إذا طبعت ستعطينا معلومات مهمة جدا لأن دراسة أكاديمية اعتمدت على المصادر التي تحدثت عن جوانب الثورة في بغداد لدينا أيضا كتاب أشرت إليه قبل قليل ثورتنا في شمال العراق من عام 1919 إلى عام 1920 للمؤرخ عبد المنعم الغلامي وهو كتاب ليس كبيرا من حيث الحجم قرابة 150-160 صفحة صفحة لكن ما يميزه هو التوثيق الزمني للأحداث بحسب المدن والبلدات زائدا الوثائق الملحقة بالكتاب ومنها صور لشخصيات غير موجودة بل حتى الباحث لا يجدها على شبكة الانترنت لأن هذا الكتاب لم يرفع إلا مؤخرا على الشبكة أولا وثانيا لم ترفع الصور والوثائق الموجودة فيه على حدة حتى يمكن الوصول إليها وهذه مشكلة للأسف مزمنة حتى أننا في أحد المواد الإعلامية قبل مدة أنتجنا صعب علينا الحصول على صور لبعض الشخصيات لأن صورهم صور قديمة وموجودة في كتب قديمة وغير موجودة على شبكة الانترنت لأنه لم تستخرج من هذه الكتب وتجرى عليها عمليات التحسين والتحديث وما إلى ذلك فغابت صور بعض الشخصيات عن المشهد بذكور أسمائهم لكن الذاكرة البصرية لا تستطيع أن تستذكر هذه الصور لغيال الصور ندينا أيضا كتاب الكوفة في ثورة العشرين للباحث المهروف كامل سلمان الجبوري وهو من أنشط الباحثين في حقبة السبعينات والثمانيات والتسعينات في متابعة تاريخ ثورة العشرين وألف كتب عدة في هذا المجال وهو أول من كتب فهرسة بيبلغرافية كاملة لثورة العشرين يعني حتى قبل الاحتلال بسنوات وطبعا هذه الفهرسة الآن تحتاج إلى زيادة لأنه صدرت كتب كثيرة وآخرها طبعا كتاب صدر قبل مدة قصيرة وطبع وهو الآن في بغداد موجود في المكتبات في بغداد باحثة يابانية متخصصة بتاريخ العراق وتحديدا ثورة العشرين تتحدث عن الوطنية الإيجابية في العراق مستعرضة العلاقات والصلات بين المثقفين والمفكرين والوطنين وشيوغ العشائر وأثر ذلك في ثورة العشرين وهي دراسة علمية ممثقة أيضا لدينا كتاب معروفه كربلاء في ثورة العشرين للباحث سلمان هادي أل طعم وهذا طبع في بيروت عام 2000 أيضا يوثق الثورة في كربلاء فقط بعد ذلك لدينا كتاب عن تلعفر وتلعفر حظيت بكتابين الكتاب الأول هو أهمية تلعفر في ثورة العراق الكبرى 1920 للباحث محمد يوني السيد عبد الله هذا الكتاب الأول ولكن هناك كتاب آخر عن ثورة العشرين في تلعفر ومنطقة الجزيرة يعني توسع ليس فقط في تلعفر ومنطقة الجزيرة وتعرض للمعارك العسكرية التي جرت في منطقة الجزيرة في الشرقات ومعاركة خميرة وغير فضلا عن تحرير تلعفر ومواقع أخرى وهو الباحث طبعا للباحث أفوان قحطان التلعفري لدينا أيضا في بغداد كتاب ثاني أو ثالث هو ثاني من حيث الترتيب الزمني بعد كتاب محمود العبطة اللي هو من أحداث بغداد وديالة أثناء ثورة العشرين في العراق للباحث المعروف والمهتم بتاريخ الثورة علي آل بازرقان وهذا الكتاب يتحدث عن بغداد وعن ديالة بحكم الصلة الكبيرة التي كانت بين الوطنيين العراقيين في بغداد ومراسلاتهم مع قبائل وعشاء لديالة من أجل حثهم على المشاركة في الثورة فهو ناقش هذه العلاقة وهو ناقشها مهمة يمكن أن تسلط لنا الأضواء على ما جرى في ديالة ولكن ما زالت ديالة أعود فأقول تحتاج إلى كتاب خاص عن نثرها في ثورة العشرين في سامراء لدينا كتاب الكتاب الأول هو لشيخ يونس إبراهيم السامراء رحمه الله بعنوان ثورة العشرين في سامراء ولدينا كتاب ثاني أيضا بنفس العلمان أو قريب منه ثورة العشرين في سامراء للباحث محمود فاضل السامراء بالنسبة للنجف الأشرف لدينا كتاب يعني معروف وهو النجف الأشرف والثورة العراقية الكبرى 1920 حقائق ومذكرات من تأريف العراق السياسي أيضا للباحث كامل سلمان الجهوري هناك كتب عدة عن النجف وأذكر هنا أيضا بكتاب لا يتحدث عن ثورة العشرين وأنا ما يتحدث عن ثورة سيد نجم البقال في النجف كتيب صغير وهذا أيضا يحتاج إلى إعادة طباعة لأن ثورة نجم البقال وثورة السيد محمود الحفيد كانت من موحدات ثورة العشرين لدينا كتاب عن الفلوجة وثورة العشرين بعنوان الفلوجة قرة العين للدكتور وليد خالد عبد الحميد وخالد عبد الحميد الجسام ولكن للأسف هذا الكتاب متاح على شبكة الإنترنت على شكل حلقات ولكنه لم يظهر على شكل كتاب لم يطبع على هيئة كتاب بحسب علمي قد يكون طبع الآن ولكن في آخر مراجعة للموضوع لم أجد أنه أو لم أعرف أنه قد طبع أو لا يحتاج إلى طباع وبذل للناس لدينا أيضا كتاب عن بغداد آخر وهو الكتاب الرابع لكنها أفوا لدينا مصدر وهو هنا بحث للباحث عبدالله حميد العتابي بعنوان دور البغداديين في ثورة العشرين بحث منشور في مجلة الآثار والتراث جامعة بغداد كلية الأدب لاحظوا أهمية هذه المبعات كثير بحوث كتبت عن بعض الشخصيات وبعض المدن يمكن جمع هذه البحوث اللي كتبت مثلا عن شخصيات إيديالة مثلا هناك بحث عن الشيخ حبيب الخيزران وأثره في ثورة العشرين بحث أيضا محكم في إحدى المجلات هذه البحوث ممكن أن تجمع وتصير مادة لكتاب موسع عن المحاطبة الفلانية أيضا كتاب آخر عن النجف دور النجف في الثورة العراقية الكبرى عام 1920 لمحمد صادق بحر العلو لدينا كتاب عن الحلة تحديدا دور الحليين في الثورة العراقية سنة 1920 أفوا بحث أيضا مجلة مركز بابل لستار نوري العبودي ولدينا أيضا بحث بعنوان أهالي لواء العمارة وثورة 1920 دراسة في ضوء نظرية التحدي والاستجابة مجلة ميسال الدراسات الأكاديمية كانون أول 2009 الباحثين الدكتور عبد الله كاظم عبد ومحمد حسين زبون الساعدي هذه جردة سريعة اقتضاها ضيق الوقت وإلا هناك مصادر أخرى ولكن هذا هو الغالب تقريبا 15 عنوان بين كتاب وبحث ولكن يمكن أن يزاد هذا العدد ببحث مستفيد إذا كان هناك متسع من الوقت ممكن أنه في دراسة أخرى ولكن على الرغم من ذلك الأعداد تظهر بأن هذا الموضوع ما زال قابلا للتوسع ولذلك هي دعوة للباحثين من أبناء المدنة العراقية التي شاركت في الثورة للكتابة عن مدنهم بشكل محدد يعني مثلا هناك كتاب صدر قبل سنوات مذكرات عن سوق الشيوخ لحد أبناء مدينة سوق الشيوخ لكن هذا الكتاب يتحدث عن المدينة بشكل عام وضع الجغرافي سكانة عاداتهم تاريخهم الأوضاع السياسي ما مروا به ومن ضمنها حديث عن ثورة العشرين ولكن كان هناك معركة في سوق الشيوخ في ثورة العشرين موضوع محاولة تحرير الحلة هذا بحد ذاته يحتاج إلى ما هي أسباب فشل محاولة تحرير مدينة الحلة ولماذا لم يستطع الثوار في وقتها القيام بما ينبغي لذلك ما هي الأسباب غيرها بحد ذاته ممكن تكون دراسة وقس على ذلك أحداث أخرى في مناطق أخرى من العراق هذه جردة سريعة لما كتب يبقى ما لم يكتب ذكرنا الآن عن سبيل المثال موضوع السوق الشيوخ من جانب الجوانب في موضوع الحلة لدينا أيضا محافظات الأخرى المشاركة في الثورة يعني الفرات الأوسط شاركت فيه محافظات عدة في الثورة وكان الساحة الأساسية للمعارك العسكرية في الثورة والواقعات الكبيرة جرت فيه وتم الحديث عن المحافظات بشكل عام ولكن يمكن أن تعد دراسات مخصصة عن قضاء بعينه ناحية بعينها منطقة بعينها معركة بعينها نعم قد لا تكون واسعة ولكنها قد يعني على الأقل يخرج منها مادة علمية يمكن أن تكون في بحث علمي محكم بجمع هذه المواد يمكن أن نخرج بصورة برؤية أخرى إذا انتقلنا إلى الشمال سنكتشف بأن هناك جهود ما في مدينة تكريت من بعض أبناء مدينة تكريت وتواصلهم مع بعض الضباط والوطنيين في بلاد الشام بل مشاركة بعض الضباط مدينة تكريت في المعارك في جنوب العراق ولأسيما في موضوع المدفع أو المدافع التي من خلالها استطاع الثوار بعد أن غنموها من القوات المحتلة القوات البريطانية أعادوا تفعيلها مرة ثانية بفضل جهود عدد من الضباط من مختلفة على العراق منهم ضابط أو ضابطين من تكريت فضلا عن ذلك عدد من ضباط تكريت بعد فشل الثورة هاجروا أو خرجوا خارج العراق واستقروا في جنوب تركيا وتواصلوا في ذلك الوقت مع عدد من ثوار العشرين من أجل التهيئة لعمل عسكر يعدون به إلى العراق لإحياء الثورة من جديد عن طريق تحرير مدينة الموصل وهذه المعلومات متناثرة في بعض كتب المذكرات أو ما زالت إلى الآن يحفظها أبناؤهم وأحفادهم تحتاج أيضا إلى إبراز إذا انتقلنا إلى منطقة أخرى على سبيل المثال إلى محافظة الأنبار أعالي الفرات حدثت معركة كبيرة وتم تحرير مدينة راوى وتم الهجوم على مدينة عانا بل قتل في مدينة عانا في المعركة مسؤول المخابرات البريطانية في منطقة دير الزور المسمى ناصر بيك هذه الحادثة موجودة ولكنها في بطون الكتب يعني مسؤول قلم المخابرات الاستخبارات البريطانية وهو عربي ولكن منصف في هذا المنصف من قبل بريطانيين في دير الزور قتل في هذه المعركة هذا لا يذكر كثيرا فقط يكون الحديث دائما عن ما جرى في المعركة ومهاجمة السرايو وما إلى ذلك لم يكتب إلى الآن كتاب خاص أو بحث خاص أو دراسة خاصة عن مدينتي عانا وراوى معا في موضوع ثورة العشرين فضلا عن أثر بعض العشاء للأخرى كعشيرة البونمير فضلا عن ذلك الجهود المبذولة قبل ثورة العشرين وأثناء انسحاب القوات العثمانية بين عام 1917 و 1918 وخروجه لنغالب هذه القوات خارج عن طريق المنطقة الغربية مع الفرات إلى منطقة الجزيرة الشامية هذه حركة الخروج كثير منهم لم يوثقها وجرت فيها يعني علاقات وقمت العشاء العربية بمعاونة هذه القوات قبل مدة صدر كتاب جديد هو مذكرات الشيخ أحمد الراوي علامة سام الراء المعروف وصاحب المدرسة الدينية أو مؤسس المدرسة الدينية في مدينة سام الراء وشيخ كثير من مشايق العلم في العراق من شيوخنا وغيرهم الشيخ أحمد الراوي مذكراته لم تنشر إلا قبل سنتين أو ثلاث اكتشفنا فيها تفاصيل كثيرة عن نهايات القوات العثمانية وانسحابه من العراق ثم الأحداث التي جرت في المنطقة الغربية في ثورة العشرين وصلت الشيخ أحمد الراوي وغيره بهذه الأحداث هذا أيضا كان جانب خفي غير معروف لو لم تنشر لا بقي هذا الجانب مغفلا تماما لأن الشيخ أحمد الراوي كان في وقتها في ديار الزور فكان قريبا على الأحداث في تلك المنطقة وقس على ذلك مدن عراقية أخرى للأسف غابت عن تاريخ ثورة العشرين بسبب عدم الاهتمام بتدوين تاريخها تفصيلي خلاصة ما تقدم أن تاريخ ثورة العشرين تاريخ كبير جدا وما زال إلى الآن بحاجة لكشف كثير من تفاصيله وربط العلاقات بين كثير من الأحداث واستذكار وقائع لم تدون وسير أشخاص شاركوا ولم تبرز هذه المشاركة ثم الصلاة بين هذه المدن التعاون بينها في سبيل تحقيق هدف الثورة المراسلات التي تمت بينها القوى التي دخلت إلى العراق قوى عراقية وطنية أو قوى من البلاد العربية ولا سيمة في المنطقة الغربية تأثيرات التعاون بين المدن في تحرير بعضها وتأثيراتها السلبية للأسف في عدم استطاعتهم تحرير بعض المدن الأخرى وما أسباب ذلك عدم مشاركة بعض المدن في الثورة وما هي الأسباب بل الذي حال بينهم وبين المشاركة عدم بروز بعض أسماء الشخصيات في ثورة العشرين من الوطنيين العراقيين أسماءهم غير بارزة في الثورة وقد يتهمون لكن الواقع يثبت أن كثيرا منهم كانوا خارج العراق وهذه نقطة مهمة كثير من الوطنيين العراقيين كانوا في النفي نفيوا بعد الاحتلال البريطاني بسبب نشاطهم الوطني فمنهم من نفي إلى الهند ومنهم من نفي إلى جزيرة هنجام اليماراتية المحتلة إيرانيا ومنهم من نفي إلى مناطق أخرى هؤلاء قسم منهم ما عادوا إلا بعد فشل الثورة بسنة وبعد تدخل بعض الجهات لإطلاق سراحهم ولما أطلق سراحهم قسم كبير منهم لم يقبل المحتل البريطاني المندوب السامي البريطاني أن يعودوا إلا بعد أن يوقعوا بتحود عهدات خطية للعودة إلى العراق وعدم كما يقولون إثارة القلاقل من جديد عشرات من هؤلاء هناك كتاب طبعا للسيد محمد حسين الزبيدي كتاب صدر في العراق من سنوات طويلة قبل الاحتلال عن المنفيين العراقيين في جزيرة إنجام فيه تفاصيل كاملة عن ظروفهم وأوضاعهم وأعدادهم وما إلى ذلك فإذن هذا الجانب أيضا غائب غير معروف تأتي إلى تاريخ مدينة أو إلى تاريخ الثورة ولا تجد الوطني الفلاني مشارك لأنه كان خارج العراق في ذلك الوقت ومن هؤلاء طبعا بعض الشعراء وبعض الأدباء وما إلى ذلك يعني أمثلة كثيرة قد يضيق الوقت عن ذكرها ثم يخارج موضوعنا الرئيس أعود فأقول أن تاريخ ثورة العشرين ما زال بحاجة ماسة إلى البحث وهنا أنا أقترح من خلال هذه المحاضرة أن يعتنى بتاريخ مشاركة المناطق والمدن والأقضية والنواحي العراقية في ثورة العشرين وهذا طبعا جهد يلقى على عاتق أبناء هذه المدن الهدف من كل ما تقدم أخواني الأعزاء هو استغلال هذه الظروف ولا سيما الآن نحن في الذكرى المئوية الأولى لثورة العشرين وسبحان الله جاءت هذه الذكرى في ظروف صعبة في ظروف الوباء الذين عيشوا فضلا عن ظروف السياسية الصعبة في العراق والظروف الأمنية وإلا هكذا ذكرى ينبغي أن لا تمر هكذا رغم النشاطات التي جرت فيها وهي نشاطات مفرحة ولكن ما كانت بالمستوى المأمول لها نتمنى من خلال البقاء ما تبقى من هذا العام والعام القادم وصولا إلى الذكرى 101 للثورة أن يكون هناك جهد مكثف من كل من يهتم بثورة العشرين وتاريخها لإبراز ما يمكن إبرازه من تاريخ الثورة فهذا واجبنا وهذه مهمة على عاتقنا وهي أمانة ينبغي أن نوصلها لأجيالنا القادمة ولا سيهم الجيل الشاب الآن الذي يشعر بالزهوي والفخر ومعاني الكرامة عندما يقرأ هذا التاريخ ويستفيد منه في إدامة ثورته الشابة ثورة تشرين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم على الاستماع والمتابعة والاهتمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة